بسم الله الرحمن الرحيم هنواصل اليوم الفيديو الثالث من مادة الميديكا الميكولوجي المرة اللي فاتت وقفنا عند الفطريات تنقسم الى حسب طريقة التكاثر تبعتها الطريقة الجنسية للتكاثر تنقسم الى الخمس قبائل هادي هي اللي حنمر عليها الان في هذا الفيديو هنا بقول لي انه هذه اللايشنز هنحكي عنها في الاخر وحتكون منفصلة عنه طيب في الصورة هادي بفرجيني الاسكو ميكوتا مثال عليها الخمائر البازيدو ميكوتا الدعميات اللي بيسموها المشروم الزايجو ميكوتا زي العفن عفن الخبز الكتريدو ميكوتا زي الووتر مولز او عفن الماء تعالا نشوف اولوحدة منهم الزايجو ميكوتا واللي هي الكمون مولد ار فاميليار مولد اشهر انواع الفطريات اللي تنتمي الى قبيلة الزايجو ميكوتا اللي هي بتكون نمت او تنمو على الميت والتشيز والبريد اللي زي العفن الخبز وعفن الجبنة وعفن اللحمة وكلها تندرج تحت عيلة الزايجو ميكوتا الصفات الزايجو ميكوتا هادي اول صفة وهم صفة لها انها يعني الخيوط الفطرية غير مقسمة اذا الخيوط تبعتها اشمالها غير مقسمة زي ما قلنا ومتفرعة وبعدين فيها سبورز ذات جدار سميك بسموها زايجو سبور هذه الفطريات تتكاثر بطرق جنسية وطرق لا جنسية زي ما عدنا حنشوف في دورات الحياة السبورانج سبورز بتكون موجودة في داخل كيس الكيس هذا حنسميه سبورانجم السبورانجم هو الكيس الجرثومي اللي بداخله لسبورز تبعت هذا الفطر طيب الطرق تكاثر تبعتها زي ما احنا شايفين خطين من الفطريات بيقتربوا من بعض وببدأ يصير اندماج الاندماج هذا ببدأ زايجوتي بعدين بيصير اندماج بالانوية وبصير عندي ما يعرف بالزايجو سبور إذن سيكشواري برودكشن فيا زايجو سبورانجة ذات بروديوست جنتيكالي فاريابل سبورز هينتج لي سبورز ذات تنوع في المادة الوراثية تبعتها الزايجو سبورز عبارة عن ريستينج سبور يعني باللاحظة انها هي سبورز خاملة أثناء دورة حياتها بتنتج لي الزايجو سبورز هادي واللي هي تحتوي على الزايجو اللي ناتج عن الاندماج الجنسي بين خليتهم مثال عليها الريزوبس ميوكر هادي الصورة تحت الميكروسكوب الميكروسكوب حقيقية للزايجو سبور هادي طيب الأسكو مايكوتا الأسكو مايكوتا هاو نرو سبتات هاي فيشوف كيف اختلفت الامور هنا خيوط فطرية ضيقة ومقسمة سبتات مقسمة بروديوست شكشوال سبورز كولد أسكو سبورز بنشوف الصورة اللي هنا على اليمين كيس في داخله سبورز من أربع لتمانية سبورز بيسموه هذا الكيس السبورز الجواته بيسموها أسكو سبورز الكيس نفسه الخارجي هذا بيسموه أساي أو أسكاي and asexual spore or koneidia that are extremely small and born on koneidio four طبعا هادي تنتج عن تكاثر جنسي بينما السبورز اللي بتنتج عن تكاثر لا جنسي زي في الصورة هادي بتفرجيني انه في عندي كونيديو فور حامل كونيدي ويحمل عليه السبورز أو ما يعرف بالكنيديا أو الكونيديو سبور هادي الكونيديو سبور محمولة على حامل اسمه كونيديو فور كونيديا محمولة على الكونيديو فور several assai may be seen within a fruiting body هادي الصورة بتفرجيني لفروتينج بادي اللي بيسموه برضو أسكو كارب واللي هي عبارة عن تجمع كبير جدا من الخيوط الفطرية موجود في كتير فطريات زي البيديسيليام وزي الأسبرجلس وعدنا هنشوف كيف انها بتظهر في دورة الحياة الأسكو كارب وزي ما حكينا توي انه كل أسكس كل كيس موجودين لتكمل الهائل من الكياس هادي في الأسكو كارب كل كيس منهم بيحتوي على أربع لتمانية سبورز هذا شكل الأسكو كارب واللي هي قلنا عنها fruiting body تحتوي على very tightly interweaving يعني خيوط متشابكة بإحكام الهايفي هادي فيها ملايين من الأسساي أو الأسكي الخيوط الهايفات هادي الموجودة جوه الأسكو كارب هادي فيها ملايين من الأكياس كل واحدة فيهم فيها حوالي أربع لتمانية سبورز مثال عليها ممكن يكون أمثلة من الخمائر وممكن تكون أمثلة من الفلامينتوس فانجاي يعني في منها أنواع على شكل خمائر الفطريات هادي منها أنواع على شكل فلامينتوس أو خيطية دورة حياتها لأسكو ماي كوتا غالبا فيها asexual and sexual reproduction لها دورة حياة لا جنسية ودورة حياة جنسية فنشوف هنا اللا جنسية وتحت الجنسية والآن هنشوفها صورة مكبرة في الدورة اللا جنسية غالبا هيكون عندي الكونيديو فور هذا الكونيديو فور الحامل الجرثومي هيكون يحمل السبورز أو الكونيديو سبورز واللي هتنطلق في الهواء وبعدين تستقر في أي مكان في غذاء راح تنبت وتعطيني خيوط فطرية جديدة وتضلها الدورة تعيد نفسها في تكاثر لا جنسي أما التكاثر الجنسي فهو حيكون عبارة عن أنه راح يكون عندي خطين من الفطريات كل واحد بيختلف عن الثاني كل واحد سترين يعني مختلف عن الثاني الخطين هدول من الفطريات بصير أنه التقاء لخليتين منهم واحدة حنديها لون أحمر والتانية لون أزرق واحدة حنسميها أسكو جونم والتانية حنسميها أنثريديم يعني خلينا نقول واحدة الأنثريديم تعادل الميل والأسكو جونم تعادل الفيميل التنتين هدول راح يندمجوا مع بعض وحيبدأ يخرج منهم خلايا تنتجلي في النهاية الأسكو كارب يعني حيصن عندي خيوط طويلة وعددها كتير حتدي الأسكو كارب طيب باقي الخلية باقي الخيوط الفطرية IP jack هذا يعني الأسكوكارب هيكون خليط من الخلايا اللي اندمجت مع بعض زائد الخيوط الفطرية اللي غير مندمجة الخلايا اللي اندمجت مع بعض كل خلية راح يصير فيها اندماج للزايقوت فقط بدون اندماج الأنوية فكل خلية منهم راح تكون فيها نواتين واحدة حمرة واحدة زرقة بينما لخيوط الفطرية الثانية هابلويد يعني فيها نواة واحدة بس وفيها طبعا نص عدد الكروموسومات بتاعت الخلية العصلية طيب ايش اللي بصير الآن؟ الخلايا هادي زي ما احنا شايفين ابتصل في النهاية للأسكس او الكيس اللي حيديني بعد كده التمانية سفورز في داخله آخر خلية هادي فيها اتنين من الأنوية حيصير لها ما يعرف بالكاريوغامي كاريوغامي يعني اندماج الأنوية اندمجت الأنوية صارت عندي خلية واحدة فيها نواة واحدة بس ايش ما لها النواة هادي؟ اتنين أن يعني ضعف عدد الكروموسومات اللي في الخلايا الأخرى طيب بعد كده حيصير لهذه الخلية انقسام مايوزي الانقسام الميوزي معروف انه لاثنين أن رح تديني خلية فيها أربع كل واحدة فيهم واحد أن صح كده؟ طيب بعدين هادي رح تنقسم ميتوزيا فرح تعطيني الأربعة هدولة تمانية كل واحدة فيهم تحمل واحد أن وهذا اللي هتكون في داخل الكيس اللي لما يتمزع الكيس هدو وتطلع منه لسبورز رح تعيد الدورة اللاجنسية ثم تدخل في دورة جنسية إذن الميل سترين أنثريديوم والفيميل الأسكوغونم بيصير بناتهم فرتليزيشن إخصاب الأنثريديوم والأسكوغونم بلتحموا مع بعض وبيعطوني بلازمو جمي يعني خلية اندمج فيها البلازم السيتو بلازم ولم يندمج الأنوية لم تندمج الأنوية يعني without nuclear fusion بدون اندماج without nuclear fusion بدون اندماج الأنوية بنسميها في الحالة هادي داي كاريوتك أسكوغونم داي كاريوتك أسكوغونم هادي هتبدأ بعد كده تنقسم وتديني شكل الأسكوكارب وزي ما قلنا تويه أنه بعد كده رح يصير اندماج للأنوية في عملية اسمها كاريو جامي والاندماج هذا رح يولد لي خلية تحتوي على 2 أن بعدين حيصير عندي انقسام مايوزي فحتديني أربع خلايا زي ما شفنا تويه آسف أربع أنوية الأربع أنوية هادي كلها تحتوي على 1 أن حتنقسم هادي الأنوية مايتوزيا فحتديني ضعف العدد وكلهم يحملوا 1 أن وبعدين حيصير عندي ما يعرف بالأسكو أو الأصاي اللي تحمل 8 سبورز هتتغلف هادي الأسكو سبورز بغلاف سميك وتعطيني 8 أسكو سبورز طيب العيلة الثالثة أو القبيلة الثالثة البازيدو مايكوتا واللي هي تعتبر سيبتيت والمايسيليام برضو بروديوس بروداكتف سبور إن بازيديا الأشهر حاجة فيها المشروب والجلز هذه تبعتها أو الخياشيم اللي تحت لو كبرناها حصير هيك شكلها لو أخدنا واحدة منهم بس وكبرناها راح نشوف إنه فيه حامل جرثومي اسمه البازيديا واللي بسموه كلاب شيب ليش كلاب؟ لأنه بيبدأ رفيع وبعدين بيصير عريض زي ما احنا شايفين هنا هذا اسمه كلاب شيب ويحمل على رأسه أربعة من السبورز لو جاينا نكبر الصورة هادي حنشوف الخيط الفطري هذا أو حنشوف اللي هو المشروب هذا نبت ونتج من وين؟ طبعا هادي الصورة جاية من فيديو كان بشرح على الموضوع هاي رابط أو هاي اسم القناة اللي بتعرضه فرجاني إنه فيه هنا اندي تو سبورز إدها كل واحدة لون نمت لسبورز هادي وعطتني خيوط فطرية الخيوط الفطرية هادي هدف التربة الكلام اندمجت وعطتني خلية فيها نواتين وبعدين بدأت تصير تكتر لخيوط الفطرية هادي وتتكاثر لخيوط الفطرية سواء الخضرة أو الزرجة أو اللي اندمجت مع بعض يعني الهابلويد والديبلويد اندمجت وصارت عندي اللي هو عيش لغراب هذا أو المشروم باللاحظ انه اللي صار هنا اندماج يعني تكاثر جنسي وبدأت هادي الخلايا تتكاثر تتكاثر لغاية ما وصلت للجلز أو الخياشيم والجلز هادي كانت تنتهي بداخلها ما يعرف بالبازيديام وتحمل على رأسها البازيديو سبورز واللي نتجت البازيديو سبورز هادي برضو عن اندماج عند الآخر هنا اندماج للأنوية وبعدين انقسام مايوزي وبعد كده انقسام مايتوزي ودتني هنا راحة الأنوية على السبورز اللي موجودة هنا وصار عندي أربعة بازيديو سبورز طيب القبيلة هادي يعني تشتهر بعدة أنواع منها المشروم منها البوف بول الكرات النافخة منها الستينك هورنز منها الشلف فانجاي اللي هي زي الرفوف عاملة او البراكت فانجاي وتعتبر هادي متطفلة على النباتات ومنها السمط اللي هو زي ما هنشايفينه هنا في الصورة والرصد الصدق الورق طيب دو حكينا في الصورة اللي جابل انه كانت اندماج لخليتين فهذا عملية الاندماج هادي اسمها نتج عن هذا الاندماج في النهاية ما يعرف بالبازيديا واللي على رأسها كان فيه أربعة من البازيديو سبور طيب هل فيه تكاثر لاجنسي غير شائع في هذه القبيلة غير شائع في هذه القبيلة اذا هادي كانت دورة حياة البازيديو مايكوتا وهنا بتفرجيني كمان مرة انه صار عندي للبازيديو سبور صار فيه جيرميناشن الجيرميناشن هذا يعني صار عندي استطالة ونمت الخيوط الفطرية بعدين اندمجت خليتين من الخيوط الفطرية هادي اللي اندمجت صارت تحمل اتنين من الانوية واللي ما اندمجتش ضلت تحمل نواة واحدة بعدين اتطورت وصارت تعملي الشكل المشروم واللي في داخله قلنا اللي هو الجيلز الخياشيم اللي بداخله وهنا بصير عندنا كاريو جامي طبعا هالمشروم هو نفسه البازيديو كار صار كاريو جامي يعني اندماج للانوية بعدين صارت النواة هادي اللي ظهرت صار لها انقسام ميوزي ودتني اربعة هابلويد نيوكلاي اربعة انوية كل واحدة فيها واحد ان بعدين صار عندي هنا السيلد ديفيجين فور بازيديو سبورز ار فورم صار عندي انقسمت هادي بعد الانقسام الميوزي ما صارش انقسام ميتوزي صار بعد الانقسام الميوزي انقسمت هذه الخلية الى اربع خلايا كل خلية فيها نواة واحدة وبعد كده راحت اعطتني شكل البازيديو سبور اللي في النهاية انطلقت في الهواء لتعيد الدورة تاني اذا لايف سايكل البازيديو مايسيتس انكلود الالترنيشن اوف جينيريشن تبادل اجيال السبورز ار جينيرا لبروديوس ثرو سيكشوال ربوديكشن وعلقنا عليها توي انو ما بصرش تكاثر لجنسي كله بكون تكاثر جنسي قلنا انو شكل يحمل اربعة من البازيديو سبور البازيديو هادي قلنا النواتين اندمجوا وصار يعطوني كاريو جامي نتيجة اندماج النواتين بعد كده صار عندي ديبلويد زيغوت ديبلويد زيغوت اندر جوز مايوزز حيصير في انقسام مايوزي الهابلويد نيوكلاي مايجريت انتو بازيديو سبور الانوية هادي بتهاجر وبتدخل في داخل البازيديو سبور وبتصير عندي اربعة من البازيديو سبورز وتش جيرمينات ان جينيريت مونو كاريوتيك هايفي يعني هادي بعد ما تنطلق في الهواء بترجع بعد كده تنمو وتعطيني شريط من المونو كاريوتيك مونو كاريوتيك يعني كل وحدة كل خلية فيها نواة تحتوي على واحد ان المايسيليم ذات ريزلت هاي الصورة بتوضح كمان مرة اللي حكيناها توي البازيديو سبور بصير لها جيرميناشن في التربة بعطيني خيوط فطرية تندمج خلايا من هادي الخيوط الفطرية تعطيني بعد كده طبعا في خلية بسموها او شريط بسموه موجب وشريط بسموه سالب البازمو جامي فيوز بتوين موجب والسالب بصير تزاوج اللي احنا قلنا عنه هنا تكاثر جنسي نتج عندي خلايا تحتوى على نواتين الخلايا هادي تحتوى على نواتين هي اللي حتكون مصدر لتكوين البازيدين بعد كده اندمجت الخلايا اندمجت الانوية اعطتني بعد كده انقسام الميتوزي الميتوزي under the right environmental condition وزي ما شفنا هنا بتتم عملية الاندماج الانوية كاريو جامي وبعد كده بصير وبعدين بتنفصل الانوية الى اربع خلايا هادي بتكمل الموضوع بنلاحظ هنا كيف شكل البازيديا والبازيديو سبور تبعتها قلنا هادي المشروع كله على بعض وكده بنسميه برضو بازيديو كار طيب بديتيرو مايكوتا بسموها برضو الفنغاي بيرفكتاي يعني الفطريات الناقصة ليش سميت بذلك لانا تفتقد القدرة على التكاثر الجنسي لحتى الان مش قادرين يعرفوا لها طريقة للتكاثر الجنسي ممكن تظهر على شكل اعفان او خمائر الشكل الاسكشوال ستيش تبعها بنسميه كونيديا مثال عليها الكانديدا وهذه نوع من الخمائر والكريبتو كوكس والكريبتو كوكس اصلا موجودة في التربة بشكل مولد وفي جسم الانسان على شكل إيست طيب ما حدش عارف حتى الآن كيف التركيبة الجنسية تبعتها والتكاثر الجنسي يعني ما فيش إلها أي فلاجلات سبورز أي زايقو سبورانجيا أي أصاي أي بازيديا ولا واحدة من هدول موجودة ما تمش إدراجها تحت أي واحدة من السابق ذكرهم الآن هنشوف الفيجيتاتي في عندي حاجة هاي خيوط فطرية لو تقسمت الخيوط الفطرية بالشكل هذا بسموها أرثر سبورز يعني السبورز المفصلية زي المفاصل عاملة وهذه بتعمل سيجمنتاشن و كندنساشن لما يصير تجزئة و كندنساشن يعني بتنضغط الهايفي بالشكل هذا بسموها أرثر سبورز طيب إذا صار في عندي في الهايفي كامنة لها جدار سميك زي اللي بيحدث في بعض أنواع الكانديد فبسموها هادي كلاميدو سبورز كلاميدو سبورز شو المايكورايزة المايكورايزة هادي هي فطريات متعايشة وفطريات متكافلة مترتبط بالنباتات وبتعطيني حوالي يعني account for about 10% of identified fungal species including essential all of the glomeromycota and substantial fraction of the ascomycota and bazidomycota باللاحظ المايكورايزة هنا بترتبط في جزور النبات وبتعيش معها بعلاقة تكافلية المايكو فيكوتا أو اللايسينز باللاحظ أنها من اسمها مايكو يعني فطريات وفايكو اللي هي الطحالب إذن هي فطريات وطحالب بتعيش مع بعض في علاقة تكافلية الطحالب عندها الكلوروفيل وبالتالي رح تنتج الغذاء والفطريات بتنتج الأحماض اللي رح تخلي الأرضية خشنة وبالتالي رح ترتبط وتلتصق فيها اللي هي مين اللايشنز إذن اللايشنز are a combination of fungus and algae يعني عبارة عن combination يعني اندماج أو ارتباط بين الفطريات والطحالب بتلاحظ هذه منطقة الطحالب اللي هي الدوائر الخضرة طحالب والباقي هذة فطريات كل واحدة فيهم تعتمد على الأخرى فالطحالب بتنتج الغذاء والفطريات بتعطيها المية والمعادن طيب الكتريدوميكوتا القبيلة اللي اسمها كتريدوميكوتا شكلها كوينيسايتك يعني يعني مدمج خلوي لا يوجد فيها أي فواصل وأي سبتم هي خلية واحدة لكن متفرعة بنلاحظ كانوا إلها جذور إذن هي برانش هاي في رايزويد رايزويد يعني أشباه جذور نلاحظ الجميت تبعتها إلها فلاجلة بتسبح في السوائل إلى هنا انتهي هذا الموضوع وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر